الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب استخدام موسكو للأسلحة الكيميائية وقضية تسميم العميل الاستخباراتي الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته في مارس الماضي ووفقا لموقع وزارة الخارجية الأمريكية فأن الكريملين انتهى كالقانون الدولي والعقوبات ستدخل حيث التنفيذ في الثاني والعشرين من أغسطس الجاري العقوبات الجديدة تقضي بفرض قيود وتحضر تصدير جميع السلع والتقنيات إلى روسيا التي قد تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وإذا لم تقدم موسكو في غضون ثلاثة أشهر ضمانات بأنها لن تستخدم الأسلحة الكيميائية فإن واشنطن ستنتقل إلى المرحلة الثانية من العقوبات استخدمت الحكومة الروسية الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية ضد القانون الدولي أو ضد مواطنيها وفقا لقانون العام 1991 المتعلق بمكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والتخلص منها فأن هذا التصرف سيؤدي إلى فرض عقوبات منزمة على روسيا هذا وعثر على العميل الروسي السابق سيرجيس كريبال وابنته في الرابع من مارس الماضي بوسط سالسبوري فاقدا للوعي وتبكن الأطباء من إنقاذ حياتهم التحقيقات توصلت إلى حقيقة أنهما تعرضا للتسمم بواسطة غاز الأعصاب الروسي الصنع نوفيتشوك اعتهمت لندن موسكو باستخدام الأسلحة الكيميائية في الأراضي البريطانية وطردت 23 دبلوماسيا روسيا وقامت 28 دولة بدعم موقف بريطانيا وطردت 150 دبلوماسيا روسيا وقامت أوكرانيا بإبعاد 13 دبلوماسيا روسيا